اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة رح نتناول موضوع تبديل عرض البيانات من أفقي إلى عمودي وبالعكس لو عندي هذه البيانات اللي هي عبارة عن أرقام أو نصوص أو أي معلومات أخرى طبعا هذه المعلومات معروضة بطريقة عمودية لو وردت أعرضها بطريقة أفقية يعني كل هذه المعلومات أريدها بسطر واحد مثلا طبعا يدويا العملية صعبة جدا ومعاقدة بإمكاني أن أعمل هالشي بشكل آلي وتلقائي طبعا من خلال ملف واستبدال قبل ما نجري عملية الاستبدال خليني شرح في الفقرة طبعا هنا شرحناها سابقا أنه بما أنه عدي انتر فإذا أجي على علامة الجدولة راح ألاحظ أنه هنا أنا عدي علامة الفقرة عند نهاية كل رقم أي أنه أستطيع استبدال هذه العلامة بشي آخر طيب الفكرة من استبدال راح أجي هنا أنا أجي على المزيد طبعا بيها الأعلى وطبعا راح أجي إلى خاص طبعا بإمكاني أنه أخرج ألاحظ أنه عدي هذه النقاط طبعا هذه النقاط سببها هو علامة الجدولة هذه عندما أضغط عليها راح يتم تحويل المعلومات من عمودي إلى أفقية طيب لو أردت أعكس العملية أدي معلومات أفقية وأريد أحولها إلى عمودي طيب هذا الفراغ مع الفاصلة راح أضغط مثلا أكليك هنا بهذه المنطقة وأضغط shift وطبعا أحد الاتجاهات مثلا اتجاه المعاكس بهذه الطريقة وطبعا أخذ نسخ ومن ثم أذهب إلى الصفحة الرئيسية استبدال ورح أعكس العملية بهذه المنطقة بها الأعلى راح ألصق الفراغ مع الفارزة وطبعا بالأسفل استبدال بي راح أجي إلى خاص وأختار علامة الفقرة ومن ثم استبدال الكل وموافق طبعا ألاحظ أنه تم تحويل النصوص من عمودي إلى أفقي أو بالعكس طبعا بنفس الطريقة يتم عمل النصوص والتواريخ نتمنى تكون هذه المعلومة مفيدة وسهلة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى